قصف المسلحون الحوثيون ممنى التلفزيون الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء ما دفع المئات من السكان إلى الفرار من منازلهم في تصايد لعمل العنف بعد أسابيع من الاشتباكات والاحتجاجات وقال مصدر عسكري إن نحو 70 من مسلح الحوثيين لقوا حتفهم في القتال خلال الليلة فيما شهدت عشرات الجثث ملقا في الشمال والشمال الغربي من العاصمة حيث دارت اشتباكات بحسب ما أفاد شهود وقال سكان إن القتال يقترب من المسكن الخاص للرئيس عبدالرب منصور هادي على الطرف الشمالي من شرع الستين وهو أحد الطرق الرئيسية في العاصمة ويبدأ عند المطار في الشمال ويمتد على طول الطريق إلى القصر الرئاسي إلى الجنوب ووصف الرئيس الهجمات الأخيرة بأنه محاولات انقلاب للإطاحات بالدولة وقال سكان إن جنود الحكومة يتخذون أوضاعا دفاعية حول مؤسسات الدولة بينما بدأ أن الحوثيين يسيطرون على بعض الشوارع في شمال صنعاء مع استمرار الاشتباكات في شرع الثلاثين هو طريق رئيسي إلى الأطراف الغربية لصنعاء واحتدم الصراع يوم الخميس عندما اشتبك مسلحون حوثيون مع الجيش على مشارف صنعاء واتسع نطاق القتال ليشمل اشتباكات بين الحوثيين ورجال قبائل متحالفين مع قبيلة الأحمر وتشغل شخصيات بارزة من قبيلة الأحمر التي يغلب على أفرادها السنة مناصب كبيرة في القوات المسلحة والحكومة وتوصف القبيلة بأنها من أقوى القبائل في اليمن وهذا القتال هو الأسوأ في عدة سنوات في العاصمة هو أكبر تحدي فيما يبدو حتى الآن لعملية التحول الديمقراطية التي تدعمه الأمم المتحدة والتي بدأت بعد تنحي الرئيس علي عبدالله صالح في عام 2012 وفي الأسبوع الأخيرة أغلق محتجون حوثيون الطريق الرئيسي إلى مطار صنعاء ونظموا تصمات عند الوزرات داعين إلى الإطاحة بالحكومة وإعادة الدعم الذي قطعته الدولة في يولو الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية رحاب على رويترس